اهلا بكم رحبت الحكومة اليمنية بالبيان المشترك لدول المجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الذي دعا إلى وقف اطلاق النار دون شروط مسبقة وعبر بيان صادر عن وزارة الخارجية عن تقدير الحكومة اليمنية لموقف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ودعمهم لجميع الجهود الهدفة لتحقيق السلام واستعادة الدولة أفادت منظمة حقوقية بانتشار واسع للأمراض في أوساط المختطفين والنزلاء داخل سجن الأمن السياسي التابع لميليشيا الحوثي في المحافظة إب وذكرت منظمة رصد الحقوق والحريات أنها تلقت لداء استغاثة من المختطفين والنزلاء لإنقاذهم من تفشي الحميات والأمراض الجلدية وسوء المعاملة من قبل القائمين على السجن وقالت إن السجن سيء السيط يحتوي على نحو مئتين زيل غالبيتهم مختطفون ومضى على بعضهم أكثر من ست سنوات دون محاكمة أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أنها رصدت أكثر من 20 ألف نازح باليمن منذ مطلع العام الجاري وضحت المنظمة في تقرير لها أن مصفوفة تابعة لها رصدت نزوح 3368 أسرة يمنية مرة واحدة على الأقل وضافت أن هذه الأسر النازحة يبلغ عدد أفرادها 20 ألفا ومئتين وثمانية أشخاص معظمهم تشردوا في محافظة مأرب والحديدة وتعز أفاد مصدر محلي بمقتل طالبة وإصابة أخرى إثر اندلاع اشتباكات بين مسلحين في منطقة موريس شمالية محافظة الضالع وقال المصدر إن الاشتباكات اندلعت على خلفية ثأر قبلي في قرية القحيلة أثناء موعد ذهاب الطلاب إلى مدارسهم مؤكدا مقتل طالبة وإصابة أخرى بجروح بليغة تم نقلها إلى أحد مشافي العاصمة المؤقتة عدن وهي في حالة حريجة أعلنت السفارة اليمنية في وارسو وفاة مهاجر يمني في الحدود الدولية بين بولندا وبيلاروسيا وتقدمت السفارة بالتعازي لأسرة المواطن أحمد رائد عبد الشوافي والذي قالت إنه توفي في إحدى الغابات دون ذكر الأسباب ووضحت أنها تتابع مع السلطات المعنية حيثيات هذه الحادث وذلك لاستكمال التدابير والإجراءات القانونية ومن ثم دفن الجثمان نهاية الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر